اشتركوا في القناة ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الثقة الملكية السامية بتكليف سموه برئاسة المركز محل فخر ومبعث اعتزاز وأنها تدفع سموه لمواصلة الجهود وبذل المزيد من استحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة مسيرة التقدم والنمو للبحرين وأهلها وأضاف سموه أن مركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني ساهم من خلال رؤية جلالة الملك المفدى بتقديم جانب مختلف من التعليم المهني المتطور والمتفرد على مستوى مملكة البحرين وأنه ساهم بإيجاد كوادر وطنية متخصصة تسهم في دفع عجلة التنمية لهذا البلد وقال سموه بأن القرار السامي من جلالة الملك المفدى حفظه الله يعطينا الحافز بمواصلة بذل العمل بإخلاص وأتفاني للإشراف على خطط واستراتيجيات المركز لتحقيق أفضل النتائج